اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة اومي النهاردة معانا فرخة بس عايز قبل ما نتكلم في الاكل عايزين لما نجي نشتري المشتريات بتاعتنا مش لازم نعمل زحمة في المطبخ يعني زحمة يعني مش لازم يكون مطبخك مليان فراخ ولاحمة لا خالص موضوع بسيط هي فرخة معانا معانا رز بسمتي معانا عجينة عجلناها مسبقا بكوناتها سهلة وبسيطة عبارة عن دي وبكن بودر وخميرة مادة دهنية يا اما زبادي يا اما زيت زيتون وبنعجينها وتتخمر معانا ومعانا فراولة يا بتاع الفراولة الفراولة زي الفل الباشاير بتاعتها والموسب بتاعها الميليو بتاعنا النهاردة فيه بساطة وسهولة وهحبيبك في انك تخش المطبخ معانا فراخة نعملها فراخة ما شوية مع رز بسمتي حالوة اوي نطلع برا ناكل هاتلي عم نرص فرخة مع رز بسمتي نشوف ازاي تعمل الاكلة دي والواجبة دي في البيت معانا فطيرة الفراولة النهاردة بالقرفة كلنا عارفين القرفة فيتامين سي كميتة الغزاية عالية جدا محصورة ما بين ان احنا نعملها سموزي او عصير يعني متحدد قميتها ايه رأيكم نستخدمها كفطيرة النهاردة مع الفراولة معانا كمان المفاجأة النهاردة البطاطس الحلوة هنعملها بطاطس بانية حاجة كريزبي كده لطيفة وجميلة زيها زي حاجة مالية كارنبيت كفتة هنشوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلة احنا بس غسلناها وقشرناها وبتبرد شوية في التبريد عشان نستخدمها مع بعض سنزل الحضراتكم لطلع فاصل صغير بعد الفاصل اهو اتراحوا بعيد ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل حلقة النهاردة فيها بساطة فاها سهولة فيها مرونة دوري ان انا حبيبك في المطبخ وبدون تكلفة يعني ازاي يا شيف مغازي اعمل الاكل الاولادي بيحبوا ياكلوه برا في المطبخ بدون تكلفة نص فرخة يا عم الحج نص فرخة يا سيد المعلمين في اي مطعم بنجيبها معها رز بسمتي ازاي تعمل الوجبة دي وجبتين تلاتة في البيت لطيفة وجميلة جاء على بالك عايزة تعمل حاجة مثلا توزعها على حبيبك وقريبك ما فيش مشكلة تجيب خمس ست فرخات وتعملهم وجبات لطيفة نص فرخة ربع فرخة مع رز بسمتي معها صلاة الطحينة وايش تبقى حاجة حلوة فالنهاردة الحالة بتاعتنا مختصرة على ان احنا نعمل الاكل ده كده فرخة معايا مقدرها على الشاشة سوزر الحب بعد اذنك فرخة مشوية مع رز بسمتي والصورة الحلوة مع فرخة حلوة جميلة على الشاشة فرخة رز بسمتي رز ماري بصل توم حبان ورق لورو كمان بصلة نعمة فصل توم ما ننساش طبعا البحرات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا حلوة اوي تعالوا شوف مع بعض نعملها ازاي باخد الفرخة الحلوة دي كده شوفنا المقادير صورناها حلوة اوي مهم جدا انك تجيب الفرخة من عند الراجل الفرارجي مصدر السقة وتكون مخسولة كويس والمرارة مش مفقوعة جوه الفرخة ده الطبيعي علشان ما تمرليكش ما تبقاش فيه مرارة في اللحمة بتاع الفراخ يعني ايه عمشي في المعلومة دي اه الفرخة دي لها مرارة صغيرة كده بتبدأ ادى حباية اللوز لو الراجل اللي بينظف الفراخ مثلا اللي بتشتري منه الفراخ المرارة دي تفعت جوه الفرخة بتلاقي لون الكبدة تغير لون لحم الفراخ متغير وانت واخد الفرخة ومروحها على البيت وما انتش طبعا ايه عارفة الموضوع فده مهم جدا على فرخة معنا فرخة ازا الفولة ايه بنشيل السلسلة بتاعتها كده بشياكة لانها طبعا بتاخد وقت في استسوية واستغل الرقبة بتاعتها مع السلسلة دي هنا بحطها في مية بس كده انا بعمل بوكي جرني وانا وايب زي الحلاوة مع المية دي بصلاية نعمة لان المية دي هعمل بها الرز اهه وانت في المطبخ عملت بوكي جرني عملت شربة عملت فليفر للشربة بتاعت اللي استخدمها للرز اهه بصلاية ويرو الفرخة بتاعتنا مع عود روزماري حلو زي الفول كده الله اكبر بسم الله ودي روزماري عود زعتر او كرافس ارنفلفل حلوة كده بقى انا عملت هنا بوكي جرني وانا وايب زي الشربة حلو اخد 800 كمان احطها انا بوريك ازاي تبقى في المطبخ عاملة حاجة حلوة وما تش بتستعيني باي مكعبات اللي بتدي اكل خالص اه بصوا الحلا دي عندك في المطبخ بتاعك انت اكلك ومطبخك مختلف تماما وكادها طلعتها من الحاجات اللي حواليها رقبة الفرخة مع العظمة بتاعتها مع الجواني حطتهم مع بوكي جرني هستغلهم دي وقت في حاجات كتيرة اوه على فتح خلاها تغلع عن نار كده وحنا شغالين معايا التسر بتصغل عن نار اخد الفرخة الحلوة دي كده زي ما هي طبعا في رقبة الغسال الشمائية سخنة افتحها كده الفرخة اه واجه كده بالشكل ده كده تقوم الفرخة توسع معايا واجه هنا عند الفرخة بفتح الفتحة دي كده تقوم الفرخة تاخد حاجب كبير زي شغل المطاعم بتلاقي الوركة ادي كده على الفرخة لانه طبعا عملية التفتح بالسكينة ديت مهمة جدا ونيجي هنا نفس القصة شوفت الجو ده كده اه شوفت الفرخة بقت زي يديك الروم ازاي نفس الموضوح هنا عند الجناح بنات على العطاية دي كده ونيجي هنا كده اه ادي فرخة ما شوية زي الفل وتيجي كده بالسكينة ونيجي برضو الجناح هنا عاملين الحركة دي كده عايزك تعمل الشغل ده في البيت عندك ونفس القصة الجناح هنا شوفت الفرخة بقت زي الفل اه تابعوا نبدأ ان احنا نتبيلها مع بعض بتدبيلة بسيطة زي الفل الكسرة دي مطلوبة والكسرة دي مطلوبة اصبحت الفرخة معايا كبيرة تعالوا نتبيلها مع بعض ده مطلوب انك تعمليه في البيت عندك خلي بالك عشان تقدر انك انت توصل للطعم بتاع المطاعم احنا مش بنقول اكل المطاعم فيه مشكلة بالعكس بس اكل مطاعم جميل وبنأكل برة وبناخد ولادنا نخرجهم وحاجة رطيفة وجميلة بس انا عايزك تعملي الاكل اللي ولاد بيحبوه ده في البيت عشان تضمن كمان الجودة وتضمن الحاجة الحلوة تعالوا نتبيل الفراخ مع بعض زيت زيتون اول حاجة حلوة اوة ونحط على زيت الزيتون ده شوية ملح وشوية فلفل وناخد بعضين هناك كده ونقف عند الايه الحاجات الحلوة دي كده بابريكا شوية كوركم معانا عدرو زمار حل انا بتنبيل الفرخة دلوقت اعمل فراخمة شوية وانا واقف مكاني حلوة اول عدرو زمار ده نحط هنا ايه الحلوة دي عمش ايه السلاسة دي وايه البساطة دي بصلة يا نعمة فصل توم نايم واقلب الخليط دي عمشي في كده اهه الله تسلم ايدك يا عمشي في اهه شفت الجو ده كده اه وعندي مكعب زبدة واحطه هنا وامسك مكعب الزبدة ده اقلبه مع الخلطة دي كده ده بقى تركاية اه توم الزبدة دي لما تنزل تسيح مع التدبيلة دي البصلية بتتحمر والتومة بتتحمر اخد الفرخة الحلوة دي كده وحط الحشوة دي هنا كده وخرجنا الجميل فرسان التنزل المصري ازاي نخش المطبخ نعمل فرخة سعرها في متناول الجميع بتدبيلة لطيفة وجميلة وفي نفس الوقت اهه شفت الفرخة عاملة ازاي اهه مش تاخد وقت كبير في السوادي مش عايزالها اهل من عشر دقائل فرخة ديها تستوى باذن الله تعال اهه يسلم ايدك عمشي في والله التدبيلة ايه بتطبيتك ايه دي كانت لو روحت اي مطعم في الدنيا كلها مش هتلاقي الطعم ده كده نشيل كل حاجة ونتفرج على الفرخة اللي التدبيلة دي حلو ايه عمشي في جريلة انا بتسخن شاديدة الحرارة على النار دي مهمة جدا على فكرة اهوة في حياتك تشوي فراخ تشوي برجر تشوي لحمة على جريلة بردة او في طاسة بردة او في صانية بردة كده الصانية بتتقول لي انا سخنة باخد الفرخة زي ما هي كده زي ما هي اه المفروض تتحطفن زي ما هي اه مع السلامة والقلب دعيلك نشيل كل ده من هنا اه ونحطها كده ونسيب الفرخة تستفن انا باعز اعمل شوية طرز بتعمل فراخ دي اعمل ايه اشيل كل حاجة هنا وراه الدنيا وانت عادة كده بتتفرجي عنوان مطبخنا بساطة سهولة مرونة البساطة في ايه عم تشيف ان انا بساهل عليك تخش المطبخ تعملي الاكل اللي ولادك بيحبوه السهولة في ايه عم تشيف ان اللي موجود عندك في التلاجة اللي في المطبخ هتستخدميه بدون تكلفة عالية المرونة في ايه عم تشيف بدايل كتيرة مش موجود رز نعمل فريك مش موجود فريك نعمل برغل نعمل مكارونا يعني من اقفش ان انا شوفت الشيف المغازب يعمل رز بلازم رز هي دي المرونة يعني ماكون عديد في قاعدة مسلا وفي مشاكل ففي المرونة في الكلام مرونة في الحديث مرونة في حل المشكلة بتتحل نفس الموضوع ده في المطبخ خلي عندك مرونة تقدري لك بدايل كتير قوي الفرخة قدام عينية بتستوي ببدأ اقلبها بحط عيني عليها كده اخبارك ايه يا حلوة تعالي بص على الفرخة دي بص الصدمة النري اه بقلبها اهو ده اشيل ده كده واسيبها تكمل سواها وانا واقف جنبها كده استمتع بالإيه بالشكل الحلو بتاعها اشيل دي كده من هنا الله اهو بتقوم الفرخة تاخد شكل انا عايز استفيد بالبيون اللي بينزل منها في عمال الرز بتاعي دي مدرسة هوريهارك دلوقتي الفرخة بتستوي هيا زي الفل مكان تحميل الفرخة هنعمل الرز بتاعنا والكلام ده هنشوفه دلوقتي عشان يبقى عندي رز بتعمل في راخ زي الرز البرياني او المندي حلو الكلام؟ حلو الكلام خلونا نعمل حاجة بسيطة وسهلة ايه هي؟ وانا معاكم في طقائق معدودة هاخد الفراخ اللي بتستوي دي كده الله عليك الله عليك وعلى والديك وابدأ ان انا عم مش شيف ادخلها الفرن عشان عايز مكان الفراخ اعمل الرز اه ناخد سوس الطماطب ده كده الله الله زي ما هو كده شوفي بقى الفن هنا شوفي لما تحب تخش المطبخ وتعملها حاجة حلوة اه ناخد الفراخ دي عم مش شيف زي ما هي كده الله حلوة مكان تحميل الفراخ ده كده باخد شوية بيهريز عليها وانا عايز دي هقول لكم اعمل فيها ايه بعد ما اطلع الفاصل ناخد الفراخ دي مخرجنا الجميل بدرجة حرط فرن مية وتمانين واندخل الفرخة معانا في الفرن اه بص على الحلوة من قلب الفرن اللهم صلى عنها فرخة مشوية تكاف عيلة والجنان ايه الصورة الحلوة دي الصورة دي بتتكلم مصر خف الدم مصري نبص على الفرخة ومنجور السعيد يا سعد ايه الحلوة دي اه نطلع على الفرخة دي ولا لسه معانا الفرخة اخبارها ايه ايه الحلوة دي بص على الفرخة دي شفت الجمال بتاع الفرخة اه في طريقتين للتقديم وخرجنا الجميل الطريقة الاولى عنية الطريقة الاولى ان احنا نقدم الفراخ كده سخنا الله زي ما هي كده الطريقة التانية ان احنا نحط الفراخ على الرز زي ما انتو حبين اه الفراخ هيت فلة بقى الفانا وشفا معانا شوية رز لطاف وجمال هيتقدمه بالشكل ده كده مهم جدا وانت بتقدم الرز ده تحطه في الاعتبار ممكن تقدمه معازة بادي يبقى حلو اه الحلوة النهاردة عنوانها البساطة والسهولة والمرونة ازاي تعملي اكل زي بتاع المطاعم برا بفكر بسيط وسحل عنوانا بساطة السهولة مرونة كلام ده منين اشوف مغازي من باس بيرو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة